اللي خارج الملعب بقى دي حكاية تانية خالص اللعبين اللي مكنوش مركزين الفترة اللي فاتت وحصل عقوبات واستبعدات وخلافه مو ده أثر على الزمالك النهارده مش بحب أخش في المنطقة ديت مش عشان حاجة بس عشان يا راجل بحب أتكلم في الكورة في الملعب بس ده أثر على الملعب اللي عملوه أثر على الملعب غياب لعيبة مهمة النهارده في نهادي الزمالك أثر أثر كتير وبصراحة بقى ويلا بينا نقولها من القلب يعني هؤلاء جماعة العقلية بتاعت محمد عبد الشافي واحمد فتحي دي خلصت خلاص عندنا في الكورة خلصت مبقيتش موجودة دول خلاص آخر الجيل المحترمين بتكلم على الأجيال المحترمين يعني في العقلية عمرك شفت عبد الشافي ده عمل أزمة عمل مشكلة جي قال لك والله لا ده أنا لعب كبير وخبرات واسمي كبير وأسطوري وكلام ده كله في منتخب مصر ما ينفعش بقى رقم تلاتة في مرجل الزغير الأيصر في الزمالك جي لما احتجوه مثلا النادي الزمالك يلعب قال لا أنا خلاص أنا مش قادر بدنيا مش كويس أحمد فتحي جاي من غياب طويل جدا وعنده 38 سنة بلعب النهاردة 120 دقيقة مع تسع لعبين جنبه مش عشرة قال مثلا لا أنا مش هقدر قال مثلا أنا مش هبقى جاهز قال أصلا أنا ما شاركتش بقى لي كتير في المباريات فمش هتلاقوني جاهز نوعيات مختلفة تماما وبصراح دول بقى اللي يتقال عليهم نجوم الشباك دول اللي يتقال عليهم أساطير دول اللي يتقال عليهم أسماء كبيرة وعظيمة مش الأبطال اللي من ورق أبطال السوشيل ميديا الحق ده نجم الكرة المصرية ده حسن من لعيب اللي بيالعب في ريال مدريد ده حسن من محمد صلاح ده حسن من مش عارف مين في برشورونا ده شفت الكبري شفت الشوطة شفت مش عارف مين اللي جامد ومين الحرق أي كلام نجوم بتتصنع وأبطال بتتصنع من ورق لكن دول أبطال حقيقين أنا هاديدك النموذج النهاردة من الزمالك اللي خسر المباراة محمد عبد الشايف في الوقت اللي لعبه كان كل لمسة وكل عرضية مؤسرة ولها قيمتها أحمد فتحي أداء دفاعي ده إحنا اللعب عندنا اللي عنده عشرين سنة لما بيغيب أربع مباريات ويجي يلعب الخمسة ما تلاقش كويس يقول لك مفتقد حسية المباريات ومحتاج كم مباراة عشان يخش في الجيم ومفتقد اللي يقص زهنية تعرفين الكلام ده اللي يقص زهنية واللي يقص البدنية وأي كلام بيتملي مع بعضه عشرين سنة والواحد وعشرين سنة تماما عشرين سنة جاي ونازل بيأكل النجيلة عقليات مختلفة ترجمة نانسي قنقر